رب العالمين سبحانه هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون الله هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون اختلف سادتنا من آل التفسير على من يعود هذا الضمير هم هم من قيل الضمير هنا يعود على من اتبع رضوان الله هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون قالوا هم اي الذين اتبعوا رضوان الله لأن الغالب استعمالوا الدرجات في اهل الرضوان والثواب والطاعات واستعمالوا الدركات في درجات وفي دركات واستعمالوا الدركات في اهل النار والعقاب والذنوب والمعاصر هذا قول ومن اهل علمه قال بل الضمير هم عائد على اولئك الذين باءوا بصخط من الله فاهل النار كذلك متفاوتون في الدركات وفي مراتب العذاب كما في قول جل وعلا ولكل درجات مما عملوا وفي الحديث الذي رأى البخاري وغيره عن النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه وفي لفظ مسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا وفي صحيح مسلم مسند أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزيه وهو موضع شد الإزار من الوسط يعني إلى وسطه ومنهم من تأخذه النار إلى طر قوته وفي رواية ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه هذا قوي وكذلك احتمل أن يعود الضمير إليهما معا إلى أهل الدرجات في النعيم وإلى أهل الدركات في الجحيم لأن درجات أهل الثواب متفاوتة أيضا متفاضلة وكذلك الدركات متفاوتة كما بينت بحسب تفاوت الأعمال قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالله سبحانه يوفي كل إنسان جزاء عمله فهو يعلم أحوالهم ويرى أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم يسمعها بل ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولذا ختم الله جل جلاله الآية الكريمة بقوله والله مصير بما يعملون قال الإمام ابو القيم رحمه الله تعالى في نونيته الغراء وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجار القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان وعندهما فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رط ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم يذكرهم الحق جل جلاله بنعمة عظيمة جليلة من أجل نعمه عليهم وهي إحسانه إليهم وتفضله عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ولد في بلدهم ونشأ بينهم ويتكلم بلسانهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفته وطهره يزكيهم ويعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بل وجعل له صلى الله عليه وسلم من الشرف والفضل والخصائص والمناقب ما حصل لكم به أنتم شرف عظيم بسبب كونه فيكم فقال جل جلاله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبي ويعلمهم أنفسهم في بلدهم